بامتياز صديق عزيز جدا رحمه الله اللواء سامح سيف اليازل كنت النهاردة في جناسته مع عدد كبير للغاية قدي النهاردة شفت سامح سيف اليازل كان محبوبا وطنيا مخلصا بامتياز رحمه الله هذا الرجل الشجاع هذا الرجل الذي تحمل الكثير تحمل سامح سيف اليازل في سبيل بلده وفي سبيل وطنه في سبيل أن يعيش هذا الوطن وتعيش هذه الأمة كان سامح سيف اليازل عندما نلتقي سواء في لقاءات على الهواء أو لقاءات بعيدا عن الهواء داخل أو خارج مصر لا يتحدث إلا عن مصر كان سامح سيف اليازل يعشق هذا الوطن بجد كان يدافع عن هذا الوطن كما أنه يخدم هذا الوطن كان يعتبر نفسه جنديا ما زال جنديا في مصر سواء في جهازها الأمني أو المعلوماتي المخابرات العامة أو المخابرات الحربية أو حتى عندما كان ضابطا خدم في أعظم جيوش الدنيا الجيش المصري ودعنا اليوم سامح سيف اليازل هذا المناضل الكبير هذا المحترم والسياسي والخبير الأمني المعترف به اللي كان الناس تنتظره عندما نعلن أن سامح سيف اليازل معنا غدا أو بعد غد كان الناس ينتظره والجميع يطلب مداخلات أو يتحدث معه كان له صوتا كانت له كلمة كان لديه حسا أمنيا وحسا وطنيا عاليا لديه الكثير من المعلومات مات سامح سيف اليازل وفي خزينته الكثير من الأسرار لم يكشف عنها وذهبت معه سامح سيف اليازل ندعو له بالرحمة والمغفرة إلى الجنة إلى الجنة أيها الرجل البطل الجنرال المحترم العظيم المحب لبلدك والعاشق لشعب بلدك رحمك الله اليوم رأيت مصر رأيت الكثير من أبناء مصر من أول رئيس مجلس نواب دكتور علي عبد العال إلى عدد كبير من وزراء لواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات المصرية أيضا الرئيس أوفد اليوم مندوبا عنه للمشاركة في جنازة اللواء سامح سيف اليازل رأيت أيضا عدد من السادة الوزراء وزير التنمية المحلية وزير البترول وزير مجلس النواب مشار مجد العجاتي عدد كبير جدا طبعا عدد تقريبا 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 ثلاثة أرباع مجلس النواب كانوا حاضرين عدد كبير جدا مواطنين ما لهمش انتماء ما لهمش علاقة إلا أنهم بيحبوا هذا الرجب لأنهم بيحبوا بلدهم كانوا موجودين طبعا ناس كتير جدا ما دخلتش عشان زحاموا كان لإجراءات الأمنية الكبيرة جدا في مسجد المشير طنطاوي كان مفترض أن يكون العزاء الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم وتم نقلها إلى مسجد المشير هو أكثر أمنا طبعا وبطبيعة الحال وبالتالي كان من المهم أن يكون تكون هذه الجنازة من مسجد المشير طنطاوي رحم الله سامح سيف اليزل ربنا يصبر أهله وحبيب كلهم كل محبي سامح سيف اليزل في كل مكاننا في مصر وخارجها عدد كبير جدا كلموني من أشقاءنا العرب أيضا لأنهم أصدقاء سامح سيف اليزل ويعني التعزية للجميع وخالص عزاء للجميع خالص عزاء لبلد أنه سامح لا يمثل نفسه ولكنه يمثل هذا الوطن وفقدنا بالفعل زي ما قال كمان الدكتور أسامة الأزهار النهاردة يعني فقدنا رجلا مخلصا ووطنيا وأن الأمة هي التي فقدت سامح سيف اليزل أمنا طبعا في صلاة الجنازة فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام أيضا له كل التحية والاحترام وكل التحية والتقدير لكل الناس اللي كانوا عاضرين ومبينهم قادلين من قوتنا المسلحة الباسلة لواء محمد أمين لواء محسن عبد النبي عدد كبير أيضا لشان منساش لأنه عدد كبيرة يعني كل الناس اللي كانوا موجودين نهاردة في هذه الجنازة المهيبة للراحل العظيم سامح سيف اليزل شوف من هو